السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام وحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بكم إلى هذا اللقاء الرباني الإيماني الخاص بسنة النبي المصطفى المطهرة وكل حلقة نختار حديثا من أحاديث النبي الكريم نقف عنده بالتأمل والتذبر والاستنباط ونحرص على أن نربطه بواقعنا المعيش اخترت لكم اليوم حديثا نبويا شريفا حديثا قدسيا أخرجه الإمام مسلم النيسابوري في جامعه الصحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم جائع وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الدنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلبي رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلبي رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم على صعير واحد فطلب مني كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر إلى أن قال في الحديد القدسي في ختامه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حديث قدسي صحيح أخرجه الإمام مسلم النيسابوري في جامعه عن أبي ذر الغفاري راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري المناضل المجاهد المجدد للدين أول المجددين هناك علم يسمى علم الحركات الإصلاحية ويصنف الخبراء في دلعلم أول مصلح بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر الغفاري هو خامس من أسلم جندب ابن جنادة كان من قبيلة غفار وكان جميل الوجهي وكان عظيم الهامتي وكان مؤمنا صادقا أول من أعلن الإصلاح بل الثورة لأن هناك الحركات الإصلاحية وهناك الحركات الثورية الإصلاحية تكون بالكلام اللي وبالإقناع والثورية تكون بالسلاح أبو ذر الغفاري في عهده وقد عاصر سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وفي عهد عثمان ابن عفان كانت الفتوحات الإسلامية وتسلق الأمويون إلى سلطة الحكم وصار هناك فساد وإفساد وتشبت بالدنيا وبمصالحها وبنعيمها والناس صامتون إلا أبا در الغفاري كان يقوم في وجه المسؤولين ويقول بأن هذا المال مال الله وأنه ينبغي أن يعطى للفقراء والمساكين ولا يعطى لأصحاب المقامات فكان كلما كان هناك مجلس للكبراء يقف أمامهم ويقول إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكنزون كلما رأى مسؤول من مسؤولي الدولة أو أحد المحظوظين الذين استفاد من امتيازات بيت المال كان يقف أمامه ويقرأ هذه الآية فجاء بعض الأمراء من الجن وكتتيب الدووين إلى سيدنا عثمان بن عفان وكان عثمان آنداك خليفة المسلمين قالوا له إن أبا ضر قد بالغ إنه كل مرة يأتين بهذا الكلام فسيدنا عثمان قال له إما أن تسكت وإما أن تعتزلنا لأن في عهده طفت أورستقراطية أموية وصار هناك التمييز وضاعت قيم العدل وقيم المساواة وضاعت المبادئ السامية التي لطالما دعا إليها الإسلام مع أهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أن اعتزل أبو در الغفاري في منطقة بعيدة وهناك بقي حتى توفي وحده وكان النبي الكريم يطني عليه كان يقول رحم الله أبا در يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده مات في منطقة الربدة حتى إن زوجته لم تجد ثوبا تكفنه به هذا الصحبي الجليل كان من رواد الإصلاح وكان من رواد الثورة كلما رأى ظلم ورأى إفساد كان يتدخل ولهذا هو الذي نقل لنا الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها الصراع بين الخير والشر بين الظلم والعدل بين الإيمان والكفر هو الذي نقل لنا مجموعة من هذه الأحاديث منها هذا الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل في مطلعه وهو يخاطب العباد جميعا كل الناس لا يخاطب المسلمين يخاطب كل الناس لأن الخطاب الإلهي إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين فقط لأهل الإيمان لأهل القبلة لأتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سمعت يا أيها الناس هذا خطاب لكل البشر كل البشر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا كلما وجدنا الخطاب الإلهي إلا وله دلالة أما الحديث القدسي فربنا يقول فيه دوما يا عبادي لماذا يخاطبنا ربنا عز وجل باللطف يخاطبنا بالربوبية يخاطب فينا العبودية يخاطب فينا أسمم في الإنسان لكي يرتدع ويخاف ويرجع وغالبا الحديث القدسية تذكر بنعم الله على العباد ففي مطلع هذا الحديث الذي هو جاء لنبدي الظلم على العباد قال ربنا عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا الله تعالى واسمه القوي واسمه الجبار واسمه المتكبر ومع ذلك هو الخالق وصاحب الأمر ومالك الملك حرم على نفسه الظلم لا ينبغي له أن يظلم سبحانه وتعالى رغم أنه الإله ولا أحد يفرض عليه الأوامر لكن الله تعالى تنزهت ذاته وتقدست أسماؤه حرم على نفسه الظلم بدأ بنفسي أولا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا نهان ربنا عن الظلم لأن البشر هو من طبعه أنه يظلم البشر عنده خاصية ربما أكثر من المخلوقات الأخرى ميله إلى سفك الدماء وإلى الظلم والاعتداء حتى إن الله تعالى لما أرد أن يخلق البشر استشار مع الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فالملائكة اعترضت منذ الأول عن خلق الإنسان فوق الأرض لماذا؟ لأن الإنسان من طبعه الظلم وسفك الدم وقتل الأرواح وإزهاق الأرواح البريئة وقيل بأن الملائكة عرفت ذلك لأنه قبل خلق آدم كانت مخلوقات أخرى قبلنا تسمى بالحن والبن عجت الإنس والجن وهذه المخلوقات احتيقا عندها بداية ثم صار عندها نهاية ثم بعث ونشور ثم جن ونار وانتهت قصتها وطويت ثم بدأت صفحة جديدة مع أبينا آدم وذريته فنحن أحدث المخلوقات الله عز وجل نفى عنه الظلم لأن بعض الناس سوف يعترضون حتى على الدات الإلهية ويقولون بأن الله يظلم الله يظلم فقالوا بأنه فعل كذا وكذا فرد عليهم الله عز وجل وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد فقالوا أي نعم لست بظلام للعبيد ولكنك تظلم صيغة مبالغة فقال العلماء معناها أن الله تعالى جلع له إذا أراد أن يظلم كذا ظلمه كبير فقالوا إنه لا يظلم كثيرا ولكن يظلم قليلا لم يقل أنا ما أنا بظالم للعبيد قال بظلام صيغة مبالغة مثل فعال على وزن فعال كأكال وشراب يعني كثير الأكل وكثير الشرب فرد عليهم المولى عز وجل إن الله لا يظلم مثقال درة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدونه أجرا عظيما الله تعالى لا يمكن أن يظلم وحشاه أن يظلم حتى مثقال درة الدرة لم تكن معروفة عند العرب فيما بعد عد فهموا معنى الدرة وجاء إنشتاين وأفهمنا معنى الدرة الدرة هي الجزء الذي لا يتجزأ من الشيء هي أصغر شيء في الوجود فربك ولا أصغر من ذلك لأن إنشتاين سوف يفجر الدرة ويجد بأنها مكونة من عنصرين اثنين متناهين في الصغر لذا ربنا قال ولا أصغر من ذلك فربنا ليس بظلام من العبيد ولهذا هو العدل الله هو العدل ومن صفاته أنه يزيد في الخير ويغفر ويتوب ويضاعف الحسنات ويبدل السيئات حسنات لهذا بدأ بنفسه العلية وقال يا عبادي يا عبادي هذه الكلمة فيها رحمة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة جعلته بينكم محرمة فلا تظلموا لا ينبغي للإنسان أن يظلم أخاه الإنسان لا ينبغي للزوج أن يظلم زوجته ولا ينبغي للزوجة أن تظلم زوجها لا ينبغي للوالدين أن يظلموا أبنائهم ولا للأولاد أن يظلموا أباءهم لا ينبغي للإخوة أن يظلم بعضهم بعضا لا ينبغي للجيران لا ينبغي لعموم الناس لا ينبغي للشعوب لا ينبغي للدول لا ينبغي للمنظمات لا ينبغي لأحد أن يظلم أحد أول من أقرى العدل الإلهي الإنساني هو الله تعالى ثم بعد ذلك ربنا قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم لأن الحياة فيها إغراءات وفيها شبهات ولكن الله تعالى يتولان بالعناية والرعاية هو الذي أعطانا الهداية هو الذي حبب إلينا الإيمان هو الذي زينه في قلوبنا هو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان هو الذي جعلنا من عباده الراشدين فلولا هداية الله ما صلينا ولا صمنا ولا اعتمرنا ولا زكينا ولا فعلنا خيرا لولا هداية الله هو الذي أهدانا لهذا يطلب منا أننا نشكره على هذه النعمة ونواصل الدعاء والطلب لكي يزيدنا هداية كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم من شعر بأنه على غير الإيمان أطلب من الله الهداية قل يا رب ارزقني الهداية يا رب حبب إلي الإيمان يا رب زينه في قلبي يا رب كره إلي الكفر والفسوق والعصيان وستر الله تعالى سيقذف في قلبك الإيمان وفي وجهك النور ويجعلك من أهل الذكر فالناس اللي هما يمنحرفين هم الذين أردوا الانحراف والضالنين هم الذين أردوا الضلال وأما عاد فهديناهم فاستحبوا الضلال عن الهدى استحبوا أن أزيغ وأعلي الهدى لو أنهم أحبوا الهدى وطلبوا من الله الهداية لهداهم ثم قال ربنا عز وجل يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم الله تعالى كل يوم يبعث لنا من الأرزاق ما لا يدره إلا الله لو كشف الله تعالى سطر الغيب لكن كل يوم هناك ديكونتوناغ تأتي من عالم الغيب تأتي إلى البشر ليأكلوا ويشربوا الآن عدد البشر يزيد عن سبعة ملايير نسمة كل يوم هذه النسبة ومزيدة يفطرون ويتغدون ويتعشون الكل يأكل الكل يأكل مأدوبة إلهية يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم فما في فقر الفقر غير موجود إذا كنت فقير وإذا كنت محتاج عندك وسيلة نعم العمل مفروض العمل الشغل البحث ولكن هناك أيضا الدعاء أطلب من الله أن يطعمك أطلب من الله أن يرزقك أطلب من الله أن يسقيك أطلب منه سوف يعطيك ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف المسلمون هم أكثر الشعوب يشعرون بالأمن الغدائي لماذا؟ لأن الله تعالى تكفل لنا بالإطعم لا نخشى الفقر لا نخشى الجفاف لا نخشى الكوارث الطبيعية كل ما وقع قد يقع في حدود ضيقة ثم ينتهي الأصل هو أن الله تعالى كريم وأن الله معطي وأنه سبحانه وتعالى كل يوم يعطينا الأرزاق نحن بني البشر حتى الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ويتنعم ولما يخرج من بطن أمه الله تعالى يفجر له في بطن أمه عرقين من اللبن من الحليب في التدي الأولى فيها طعام والتدي التانية فيها شرب في الصيف يكون بارد وفي الشتاء يكون دافئ هذا من فضل الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم لك الفقير لك المدين يدعو الله العطاء وسوف ترون العجب 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 يعطيك الله تعالى حتى يغنيك عن الخلق وإياك أن تلتمس العطاء من الخلق لأن الله تلي تركك لهم ثم قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم نحن بني البشر خلقنا عرات حفات ونخرج من الدنيا أيضا حفاتا عرات وربنا أمرنا بالستر واللباس هو عطاء من الله اللباس عطاء من الله الله تعالى إذا أراد أن يكرمك هيا لك الأسباب وجاءتك الأثواب هو الذي يعطي لكن يقدر أسباب بين البشر لكن المعطي الحقيقي هو الله ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الدنوب إلا الله فاستغفروني أغفر لكم نحن بني البشر نخطئ بالليل والنهار ويأمر منا أن نستغفر وأنا أغفر الدنوب جميعا قال وأنا أغفر الدنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إذا كنا نقع في الخطايا بين الفين والأخرى ونسيء فلا داعي لأن يكون الإنسان يشعر بالحزن أو بالخوف أو بالهلع الله تعالى فتح لنا باب التوبة على مصرعه وجعل نفسه غفارا الله ليس غفور هو غفار كثير المغفرة وفي الحديث لو أنكم لو لم تكن تدنبون وتستغفرونني لذهبت بكم وجئت بقوم آخرين يذنبون فيستغفرونني فالله تعالى غفور رحيم يغفر الدنوب جميعا ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لماذا ربنا يأمرنا بالعبادة ويأمرنا بالطاعة ووعدنا بالجنة وخوفنا من النار لماذا تقول لهذا البعض قالوا الله تعالى محتاج للعبودية محتاج الإله هو عنده كل شيء لأنه محتاج للعبودية فخلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وكأن الله تعالى عنده نقصان حاش وكلا الله عنده الكمان المطلق لهذا يرد على هؤلاء الفلاسفة والصفستئيين والمتفلسفين ماذا قال عنهم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الله تعالى غني عن العالمين يا أيها الناس أنتم الفقاراء إلى الله والله هو الغني الحميد ثم قال ربنا عز وجل يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولو اجتمع أولكم وآخركم وكانوا على أتقى قلبي رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يعني لو أن البشر كلهم كانوا كانوا فجار كلهم اتحدوا وقرروا أن يأخذوا موقفا موحدا أنهم ينكرون وجود الخالق وأنهم لا يعبدونه وأنهم لا يصلون ولا يزكون ولا يعترفون بالإيمان لو كان كل البشر هكذا إنسهم وجنهم على أفجر قلبي رجل واحد هذا لا ينقص من ملكي الله شيء الله تعالى غني عن العالمين وكذلك لو اجتمعوا كل الناس كل البشر صاروا مؤمنين صادقين عابدين ما بقي هناك مسيء ما بقي هناك منحرف ولا مشرك ولا ملحد كلهم أتقي كل البشر الإنس والجن ما زاد ذلك في ملكي شيئا لا تملكون ضري ولا تملكون نفعي الله وحده غني عن الخلق كلهم ثم قال يا عبادي كلكم لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم على صعيد واحد وطلب مني كل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا تصور كل البشر يجتمعون الإنس والجن تصور كم عدد البشر الآن في الكوكب الأرضي أكثر من سبعة ملايير نسمة الله تعالى قال لو اجتمع كل البشر منذ عهد آدم إلى آخر الزمان كم عددهم ملايير الملايير الملايير لا يعدون ولا يحصون هذا الإنس أما الجن معلوم أن الجن هم أكثر من الإنس بالأضعاف الأضعاف الأضعاف المضاعفة فربنا خلق الكل لو اجتمعوا كلهم على صعيد واحد وكل طلب مسألته من الله طلب طلب ما يشاء اطلب ما تشاء ما في قلبك وعقلك وفكرك هل هذا ينقص من ملك الله شيئا لا ينقص من ملك الله إلا كما أدخل المخيط إذا أدخل البحر صور وحد البرع مخيط انخيط بها دخلنا البحر وأخرجناها ماذا ستأخذ من البحر قطرة قطرة واحدة تكفي البشر كلهم من أول الخلق إلى آخرهم وتكفي الجن أيضا قطرة واحدة من بحر عطاء الله الكريم ثم يختم ربنا عز وجل فيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه هنا في الختام ختام ودى الحديث القدسي ربنا يخبرنا بالمقصد الأساس لماذا خلقنا أيها الأحبة الكرام نحن خلقنا لنعبد الله تعالى ونستقيم على الطريقة المتلى ونبتعد عن الظلم والعدوان ونحرص على العدل والإحسان ونحرص على الخير وفعل فعل فعل البركات لماذا لأن في الختام الله تعالى قادر على أن تدخل بعض الناس يقولوا لما يكون هناك حروب ويكون هناك ضمار ويكون هناك خراب ويعجز البشر عن التدخل يقولون أين الله أين الله هذا الكلام قيل في الحرب العالمية الثانية لما كان هناك دول الألمانية مع الأوروبية وصراع وأوروبا كلها احترقت حرب عالمية مدمرة خطيرة انتشر الفكر الإلحادي لأنهم تسألوا أين الله لماذا لم يتدخل لكي يضرب على يدي الظالمين وينصف هؤلاء المعتدى عليهم أين الله فانتشر الفكر الإلحادي وقالوا بأن الله غير موجود لو كان موجود لا تدخل للدفاع فربك عز وجل يخبرك هو يرى كل شيء هو معنا في كل وقت وحيم يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا ولو شاء ربك أن يدخل لا تدخل في الحال فيضرب على يدي الظالمين وينصر المستضعفين لكن الله تعالى جعل هذه الدنيا حلبة لأصراع والمنافسة ثم لما يموت العبد تقوم قيامته إذا مات العبد قامت قيامته القيامة تزال بعيدة لكن مجرد أن يموت الإنسان ويلفذ أنفسه قامت قيامته فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ترى القيامة أمام عينيك مباشرة فالله تعالى يؤخرنا ليوم تشخص فيه الأبصار هذا اليوم هو الذي فيه الحساب أما الدنيا فهي ضار حلب للصراع والمنافسة فقال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه يوم القيامة ربنا يعرض الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا لا يظلم ربك أحدا خلصة الكلام أيها الأحباب الكرام أننا في هذه الدنيا نحن مطالبين بأن نرفع لواء العدل ونرفع لواء المساواة وننتصر للقيم التي تدعو إلى السلم والسلام ننتصر إلى القيم التي تدعو لحقن الدماء ننتصر للقيم التي تمنح الفرصة للآخر للعيش أما الذين يقتلون ويسفقون الدماء أو يظلمون ويعتدون ويلحقون الضرر ببني الإنسان هؤلاء إن لم يأخذوا جزاءهم في الدنيا فإن الله تعالى نصب محاكمة يوم القيامة ليقتص من كل ظالم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المهتدين نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين نسأل الله تعالى أن يوظفنا ويسخرنا لفعل الخيرات وللعمل الصالح ولنصرة المظلومين اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كلهم وليا ونصرا اللهم يا ربي يا كريم أخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين وابعتنا مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين ببركة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم آمين آمين والحمد لله رب العالمين